طيب زي ما انا اتكلمت في بداية الحلقة وكلمنا وقلنا ان احنا الحمد لله لحد دلوقتي ماشيين بخطة سليمة جدا لكن برضو لازم كده يطلع لك مشكلة لازم حاجة تحصل للأسف الشديد برضو عندك غيابات كل موسم نقول يا رب الموسم ده ندخله من غير غيابات يحصل غيابات يحصل اصابات لأسف الشديد يعني وتكلمنا لكن ازاي بقى هيقدر كالر طبعا بهذا الفكر يعني السويسري المحترم جدا والمحترف الى حد كبير ان هو يعالج هذا المقف ودايما برضو عارفين يعني الكلمة الشهيرة بتاعتنا الاهلي بما نحضر احنا ما عندناش مشكلة لكن حابين اكيد ان احنا نطمن على كل حال هنتكلم في التفاصيل كلها وكمان بالمناسبة زي ما كنت بقول لحضراتكو كولر نفسه طلع عنده برد هنتكلم في كل ده بس خلينا نرحب كابتن محمد حشيش نجم الاهلي السابق بونجور صباح الفل ازايك عامل ايه صباح النصر خلينا نقول كابتن حشيش صباح السوبر اه الحمد لله الحمد لله كانت انا سعيدة جدا ضربة البداية افريقيا عندك رائعة ضربة البداية يعني محليا والدوري رائعة وكمان اخدت السوبر الحمد لله احنا ماشيين كده بخطة اكثر من موفقة لكن لا يخلو الموضوع برضو من بعض الثغرات او المشاكل عندك غيابات عندك اصابات لعناصر اساسية مش عايزة اقول برضو عناصر اساسية او والجأ للمستلح ده لكل عناصر بتاعتنا اساسية لكن برضو عناصر خلينا نقول لها تأثر او خلينا نقول برضو لها تأولها في الملعب بتشوف ازاي ممكن بداية كده اولا نخش للتفاصيل كولر انها ممكن يعالج المشهد اللي احنا فيه حالية طبعا غياب ديانج عندنا اصابات يعني عبد المنعم غيره بصي هو طبعا في البداية ببارك طبعا للليك والجمهور النادي الاهلي كله على طبعا البطولة الجالية وما فيش احلق من كده في الدنيا انك تبدأي موسم ببطولة طبعا وبطولة سوبر وقدام المنافس التقليدي فدي حاجة بتفتح النفس وبتدي الثقة في الجميع اللي كان كله محتاجها سواء جهاز فني لعيبة مجلس ادارة كل الناس الحقيقة بصراحة يعني فدي بداية مطمئنة كولر طبعا بعد ماتش السوبر يعني قدم شهد اعتماده عند الجمهور النادي الاهلي وبصراحة جانا سمار الفترة الكبيرة اللي هو قاعد فيها قفل على نفسه وقفل على اللعيبة وبيجهز اللعيبة وبيعرف اللعيبة لانه ما يعرفش ان المدة دايقة خالص لغى المعسكر الخارجي وعمل معسكر اليوم الكامل قفل على المتشاط حتى الودية قفل حتى على قناة النادي الاهلي انها تزيع بس على فكرة احنا ما زعلناش احنا كنا عايزين ده جدا ركزوا مش مهم يعني فلوا على نفسكوا في التدريبات والمعسكرات بس ورونوا بقى على الارض ايه اللي بيحصلوا قطان صحيح والحقيقة يعني كل ده يعني جانينا سمارو حتى في بداية الموسم بقى اللي هي البطولة المحببة بطولة الدوري الغايبة بقالها مسلمين بدقين الحمد لله كويس شكل الفرقة كويس حاسين ان ابتدى يبقى فيه تغيير ماتش طبعا القمة والبطولة السوبر رجعت للنادي الاهلي الهيبة والشكل وشخصية النادي الاهلي ودي حاجة مهمة جدا جدا لو حنتكلم على بقى طبعا الحاجة اللي لا يخلو منها النادي الاهلي وهي الإصابات والغيابات فدي حاجة احنا تعودنا عليها من السنة اللي فاتت ولا قابلها حاجة صعبة والله بس يمكن السنة اللي فاتت كانت في مشكلة طبعا كان عدد كدر جدا فلت عندك فريق كامل كان مش موجود تقريبا مستشفى النادي الاهلي طبعا لو فاكرة شيء صعب جدا انما دلوقتي يعني بنحمد ربنا على كل حاجة ونحمد ربنا فيه إصابات وفيه كمان البدائل اللي موجود يعني الراجل حقيقة عمل من كل مركز أكتر من لعيب كامل متكامل بصراحة أساسي وبدائل يعني أو بدلاء طبعا يعني ما فيش شك ان أي لعيبة نهواندي بيغيب على النادي الاهلي طبعا بيقصر في النادي الاهلي لأن كلهم نجوم وكلهم لعيبة ذات قيمة فأي واحد غيابه آه بيقصر بس زي بقولك البديل عندنا أمل كبير فيه الراجل يعني شفناه في أول اختبار ليه احنا ما كناش لسه عارفينه مش قدين نحكم عليه اختباره الأولاني في السوبر التشكيل والطريقة والأسلوب واللعيبة وشوفنا لعيبة كمان ارتقى بمستواها جدا جدا غير طبعا المستوى بتاع الفرق ككل اللي لسه طبعا عدد ماتشات قليل احنا لعبنا ماتشين إفريقيا وماتشين دوري ده لسه مش كافي عشان اللعيبة تجيب المستوى الفني بتاعها فيه لعيبة احنا اتفاجئنا بيها فيه لعيبة كانت يعني من الظهر خالص بقى لها سنتين اتفاجئنا ان هي بتبقى موجودة وبتلعب كمان في غير اماكن انا اتكلم على كريم لما دلوقتي بقى البديل الكفء اللي بينزل الشوط التاني بيعمل الفارق وجاب هدف الماتش اللي فات وكان حاجة بصراحة مفاجأة للجميع شوفنا الانتذابات الجديدة سافيو عامل حتى سافيو قدموا برارة اعجول جميل ورد على الكلام اللي كانش ليه اي لازمة اللي كان بيت قال قالك دي صفقة مش عارف ايه جماعة دي ثم تعد ساكت بقى هو وراهم بقى من خلال تعد ساكت بقى انا تعبت بقى منكم من خلال مهارات ومن خلال لمسيته للكورة باين طبعا جمهور الكورة الزواق عارف يقدر يحكم على اللمسات ومن الطريقة وهدف طبعا عالمي اللي جابه ولسه طبعا قدامه الكتير احنا منتظرين منه الكتير عودة المصابين اللي الناس برضو شككت فيهم زي بيرستاو انا متأكد ان بيرستاو السنة دي ان شاء الله بإذن الله هيعمل موابرات كويسة وخصوصا ان هو دلوقتي عارف ان المنافس يعني هو كان يعني في نهاية الموسم اللي فات كلام كتير الناس هتمشين جاي لها عقود برا او بتدور على عقود برا عشان تمشي او 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 لا النادي الاهلي فكر كويس ما جابش كم من اللعيبة دعم بكم من اللعيبة جاب في المركز اللي هو محتاجها في المركز اللي محتاجها والعدد قليل وبعدين ما هو ما هو تنسيش برضو الناس اللي كانت مصابة واصابات خطيرة زي اكرم وبقاله فترة كبيرة ما بلعبش ما هو ده اعتبر تدعيمك او يعتبر صفقة ان يوصل بعد الاصابة القوية اللي اصعب اصابة ممكن تيجي اللعيب كورة بعد تأهيل وكده ونشوفه من ما شاء الله الله اكبر يعني من احسن اللعيبة في الملعب اداء وقوة وسرعة ومش خايف على رجله برغم ان انت عارفة طبيعي ان انت رجع من اصابة لازم تخافي او تكشي او او لا بالعكس من ارجع اللعيبة في الملعب فده حاجة جديدة بالنسبة له وانا متأكد ان النهاردة برضو حنشوف والنهاردة بالنسبة لكولر هو الاختبار التاني اللي موجود في البطولة المحلية نقص مرة واحدة باللعيبة ازاي يعمل التوليفة اللي هي تقدر النهاردة تلعب برغم تحس كل مباراة لها يعني امتحان يعني مش بيلعب بالثبات ده كل مباراة لها ظروفها والرجل عمال يخود مع كل مباراة مع الاهلي امتحان مختلف يمكن ده على فكرة لصالحه والصالحنا ويمكن ده برضو بيشكل ضغط عليه يعني ربما الاتنين بس في الاول وفي الاخر ده بيثبت في النهاية لما بتبقى النتيجة لصالحنا قديه هذا الرجل كان اختيار موفق حقيقي والنهاردة عنده غيابات انت عندك السلية وعندك معلول وعندك الشحات وعندك منعم وعندك ديونز وحتى كولر عنده برد عايزين نعرف الاول من البديل بتاع كولر نار فلا الوضع النهاردة شوية فيه تحدي كبير بس انا متوقع ان هو يكون قديه بصراحة هو راجل واضح ان عنده خبرات انها واند كبيرة كمان فيه ميزة ان هو هادي ما عندهش فعلات قوية ما بيتخضش ودي مهمة جدا في الكوتش الكبير او في المدير الفني انه يبقى هادي لان كرة مليانة مفاجآت ومليانة مواقف صعبة واصعب حاجة زي النهاردة مثلا ان انت عمالة لسه من البداية ده تالت ماتش في الدوري فانت عمالة يعني تغير في تشكيل ثبات التشكيل ده مهمة بس احيانا بيبقى غصبا عنك زي النهاردة فازاي النهاردة ان هو برضو يغير فاضيق الحدود عشان برضو التغييرات الكتيرة بتخلق خلل شوية في الفرق او عدم تجانس فهو ازاي يبدل الاول من جوه قبل ما يبدل من بره وحنتكلم على التوقعات اللي ممكن يقدر يعملها الحياة النهاردة فتحدي جديد في بداية جديدة دايما كمان خلي بالك المباريات اللي بعد البطولات بتبقى صعبة قوي لأي فريق في الدنيا لو أعلى فريق في العالم واخد بطولة غصبا عنك بتفراحي والناس بتبركلك وبتبقي في نشوة الانتصار فعشان كده ما يبقى فيه مباراة بعدها ايا كانت مع اي منافس سواء قوي او ضعيف بيبقى غصبا عنك انت لسه في نشوة الفرحة زي ما بيقولوا برغم ان النادي الاهلي بس مش قوي ده احنا خلونا نحتفل نص يوم بس مفيش لا ورغم زي مش فين النشوة دي ده قال لك فين نشوة ده هي نص يوم قال لك خش على جاي والله ده يوم الثلاثية معرفناش نفرح غير ساعة والله وقت البرنامج يا كابتر حشيش هننسى هو ده قدر النادي الاهلي انه هو طبعا يعني بطولة من بطولة من بطولة بصراحة يعني والراجل حتى في تصرحاته قال انا عارف ان النادي الاهلي مش بتاع بطولة ويقعد عليها شوية زي بعض الفرق اللي تانية لا اي مباريات اي منافسة داخلها فهو عينه على البطولة فهو جاي وعرف الكلام ده واعتقد كمان ان خلي بالك ان المباراة اللي فاتت كان اول احتكاك مع جمهور النادي الاهلي عارف بقى جمهور النادي على حقيقته مالي طبعا المدرجات والاستاذ هناك وهو ياريت يسمحونا بس ربطة الاندية ان هي بقى فيه اعداد جوه الاستاذات بتاعكنا والله احنا بننتظر ده بفارغ الصبر الجماهير لا غين عنها يعني تاني احنا ارجع نقوله حضرتك خير ما تقولينا يعني اكيد وقت برضه الجيل بتاعك وقد اي جماهير بيبقى ليه تأثير في قلب نتيجة المباراة يعني مش ممكن فأنا انا طول عمري دايما المقولة دي بقولها بقولها من زمان ان النادي الاهلي وصل انه بقى نادي القرن بفضل الجمهور بتاعه جمهورنا الحقيقة يعني كان داعم لينا مش هقولك في المباراة كمان وفي الاستاذ داعم لينا في التمرين تخيلي اما تكون في التمرين سواء صبح سواء بالليل تلاقي الجمهور قاعد ثلاثة اربعة تلاف خمس تلاف واحد في ستادي تيتش صبح او ظهر او بالليل بيسفروا هرانا في اي حتة انت عارفة الانتقالات والموصلات الزمان كانت برضه صعبة تخلينا روح المانيا لقى جمهور النادي الاهلي روح هنا روح هنا روح هنا روح هنا انا كنت مرة في النادي وكان فيه التمرين سكام دا من فترة فيه تمرين الفريق في التيتش فبيقفله طبعا زي بحركة عارف بيقفله الملعب وانا كنت يعني خلاص لسه هطلع بس كانوا قفلوا خلاص يعني ولسه التمرين حيبدأ فالجماهير قاعدة يعني الناس قاعدة من وراء الغطا طبعا يعمل كده بس ويشوف اي حاجة يا انت متخيل برضه دا دعمك بيعملين على فكرة كانوا يشجعوا بتاع الناس موجودة في اي وقت وموجودة تحت اي ظروف وكانت موجودة وانت فايز وكانت موجودة وانت في اضعف حالاتك هو دا الدعم اللي احنا بنتكلم عنه هو دا نهواند اللي بيخلي اللعيبة لعبة النادي الاهلي هي دي روح الفنلة الحمر طبعا يعني هما بيستمدوا اللعيبة احنا كنا بنستمد قوتنا وحمسنا ونقدر نتغلب على التعب بتاعنا من خلال الجمهور ولما بنشوف الجمهور يعني لو اقولك موقف كثيرة جدا جدا مرة مثلا كنا المينيا والصعيد كان زمان طبعا عشان تروحي وترجعي صعب الناس ماشية بعد مباراة الاهلي والمينيا في المينيا من المينيا لغاية استاد التيتش في النادي الاهلي ماشيين وراء الاوتوبيس بالعربيات وطلعين برا الشبابيك تخلي المسافة دي كلها وممكن يكون في عز الشتا كمان دا حب لازم اللعيب يقدر الحب دا يقدر الناس اللي بتتعب يقدر الناس كمان الامكانياتها صعبة وتدفع من لحم الحين لازم نيجي للنقطة دي دا في ناس بتقصت دا في ناس بتعمل اكتر من كده بكتير خلينا نرجع للنقطة دي بس تسمح لي الاول كابتن حشيش نروح عشان نتابع كواليس فريقنا قبل بقى مباراته امام الداخلية من فندق الاقامة دلوقتي مع مرسلنا العزيز محمد توفيق يا توفيق بونجور صباح الفل عليك صباح خير انا هو انت هاتي ليكي وكابتن محمد حشيش لكل مشاهدة قناة النادر الالف كل مكان بص بقى توفيق انا عايزة منك اول حاجة تطمننا عن حالة التقص تطمننا عن طبعا استعدادات الفريح نحن عندنا غيابات طبعا زي ما انت عارف وزي ما كنت بتتبعنا دينا غيابات واسماء طبعا يعني لحد ما في مراكز مهمة واساسية وكنا عايزين برضو نتطمن الوضع ازاي عايزين نعرف برضو التدريب الاخير عايزين نعرف منك برضو سير اليوم النهاردة معلومة تفيدنا بيها اتفاضل يتوفيق اكيد طبعا انا هدى عارفك مهتمة بالاجواء ودرجة الحرارة في مجهزة كل دوت عاوز اقولك بس في البداية ان احنا عدنا في منتجع اكثر من رائع هنا في مدينة السويس الباسلة على شاط قناة السويس مباشرة عاوز اقولك ان هو يبعد عن استاد المباراة استاد السويس الجديد يعني الخطوات بمجرد ما تعد الشارع بس ما بين المنتجع والاستاد تكون جواه الاستاد بإذن الله فده حاجة حلوة جدا واختيار اكثر من رائع من ادارة الكورة بالنادي الاهلي طبعا بالقاس الكابتن سهل عبدالحفيز عاوز اقولك ان الجو هنا اكثر من رائع خريفة معتادة درجة الحرارة لا تتعدى لعشين درجة مقوية الشمس يكون موجودة لكن درجة الحرارة قويسة جدا ان شاء الله تستمر لدرجة الحرارة والاجواء فيما يخص الجو حتى بداية المباراة ان شاء الله فيه تمام الخامسة مساء بشكل اكثر من رائع عشان تساعد فريق النادي الاهلي على ادارة مباراة قوية بإذن الله زي ما اتكلمت يمكن عندنا غيابات كتير جدا طبعا ابرزها المدير الفني مستر مارسل كولر طبعا بسبب نازل البرد ولكن ان شاء الله هيكون موجود في المباراة ويقود الفريق بإذن الله من على دكة البدلاء مساء اليوم بإذن الله كمان علي معلول وحسين الشحاد طبعا برضو الإصابة بنازل البرد عمرو سلال شد خف الأمامية قال يو ديانج شد فئة الخلفية ومحمد عبد الملعب طبعا بسبب إجراءة جراحة في الأنف ورام الربيعة بسبب ألام الضلوع وطهر محمد طهر للإقاف للمباراة الثانية على التوالي طبعا الفريق ممكن على طول أول ما راجع من الإمارات المتحدة عقب مباراة الصبر على طول كان فيه تدريب يوم السابق ممكن الحد بس للفريق خد أجازة 24 ساعة يوم لتنين للفريق وواصل تدريباته صباحا وبالأمس السلساء في الثالثة عصر كانت تدريب الأخير لفريق النادي الأهلي استعدادا لملاقات الدخلية اليوم إن شاء الله في الأسبوع الثالث يمكن الجهاز الفني بدأ التدريب بتدريب في الجيم اللي مودة 30 ديئة ومن بعد عطول تحول التمرين لأرض ملعب مختار التتش وبعد التدريبات الفنية والمتخصصة في الفنيات والكرة يمكن كابتن ساحافيس كان حريص قبل بداية التمران على الاجتماع مع اللاعبين والحديث عن الفترة المقبلة بإذن الله بداية المنبارات الدخلية والعودة لمنافسات الدوري المحلي وإن احنا خلاص الفريق من أول يوم على طول يا نهواند فصل ما بين بطولة السوبر اللي توك بقى للمرة الاثناشر وما بين مشواره في بطولة الدوري اللي إن شاء الله النهاردة تكون خطوة من خطوات كبيرة جدا إن شاء الله لاستعادة اللقب المحبب لجمهاري النادي الأهلي والحصول على اللقب الثالث والاربعين لبطولة الدوري من بعد المران على طول كان إعلان قائمة من 22 لعب سفرت مباشرة اللي هنا لمحافظة السويس ودخلت فيه معسكر مغلق منذ لايل لتأمس يمكن النهاردة بقى المعسكر بدء بدري جدا فيه التساع والنصف صباحا كانت واجبة الإفطار وإن شاء الله يعني وبعديها على طول تلاها بقى زي ما تعودنا مع مرس الكولر كده إن بقى فيه في العاشرة والنصف كده في فترة اكتيفيشن أو في فترة زي ما بقول كده فك عضلات وتدريب خفيف في يوم المباراة عشان اللعبين ما يكونوش يعني عخدوا فترة كبيرة جدا من راحة تعديل 24 ساعة فدائما زي ما تعودنا مع مستر كولر كده إن دائما بقى فيه تدريب صباحي خفيف جدا فيه فندق القمة لا يتعدى 15 ديئة إن شاء الله واجبة الغداء هتكون فيه تمام الوحدة والنصف والمحاضرة هتكون فيه تمام السالسة ومن بعدها على طول التحرك لملعب المباراة زي ما قلتلك يعني تقريبا على طول بالباص مش هتكمل خمس زي يعني المنتجة على طول مقابل للإستاذ طبعا لا يتبقى إلا التوفيق والدعاء من كل جماهية النادي الأهل إن شاء الله للفريب التوفيق النهاردة والحصول على علامة كاملة والنقطة التسعة بإذن الله من تلت مواجهة على التوالي كل التوفيق لنادي الأهل وابقى دائما النادي الأهل في المقدمة كلمة ليك تفضل إن شاء الله طبعا التوفيق ده دعاء حيدعيه نهاردة يمكن مليون وشوية أهلاوي بإذن الله يعني لكن زي ما احنا اتكلمنا وزي ما انت وضحت لنا كمان احنا عندنا ظروف النهاردة شوية صعبة عشان كده هنرجع نقول كل مباراة بتلعبها بالظروف ما فيش حاجة اسمها مباراة سهلة مباراة صعبة والتلات نقاط في جيبي الكلام ده غير وارد تماما خصوصا ان انت بتلاعب برضو فرقة تقيلة فرقة اتعدلت قبل كده في المبارايتين اللي فاتوا عندها دافع كبير جدا ان هي تقدم النهاردة شغل ولعب محترم جدا وفي تنافسية مع النادي الاهلي كابتن ريدا برضو شحاته اكيد عايز ونفس ان هو يعني يقدم الجديد مع الداخلية النهاردة فاكيد هتكون مباراة ممتعة نتمنى التوفيق للنادي الاهلي رغم كل الصعوبات اللي بتواجهنا تحديدا في الغيابات او الاصابات عايز اروح معاك لنقطة اخيرة برضو يا توفيق واتمننا عن الملعب مفروض طبعا ملعب السويس الجديد ملعب دلوقتي ممتاز جدا وتم تطويره كمان مؤخرا بشكل محترم جدا خلينا نعرف منك برضو اجواء الملعب اكتر وهل حيبا في حضور جماهيري اصلا ولا لا اخينا نعرف منك تفضل يعني خلينا نتكلم عن الملعب زي ما اتكلمت ممكن استاذ السويس الجديد استاذ اكثر من راعة تم تطويره اكثر من مرة تم اخيرهم كان خلال استضافة كأس الامر الافريقية في مصر هنا منذ سلسة عوام عايز اقولك ان فريد داخلية كان اختياره السنادي للملعب النهاردة استاذ النادي الاهل هو وظيف على الداخلية كان اختاره الملعب ممكن لعب اول مباراة امام التحدي السكن ده اول مباراة امام طلعه الجيش هنا في السويس واللي استاذ ظهر بالشكل اكثر من راعة عاوز اقولك بقى يا كابتن محمد حاشيش كمان يفيدك في المعلومة دي واكدها هو استاذ السويس رائع جدا بس دايما فيه مشكلة طول عمر استاذ السويس ان ان جيدة بتاعته تقيلة شوية طبعا ده اللعبة بتتغلب عليه برش الملعب يعني قبل المباراة فطبعا لعبة الاهل متعودة خاصة ان كان في بعض الفترات المباراة الافرقائية لنادي الاهل كانت منقولة على ملعب السايس السويس الجي الذي هيبقى ملعب المباراة النهاردة فطبعا لعبة النادي الاهل متعودة وعارفين دايما استاذ ارضية ملعب السايس السويس دايما تعيلى شوية فال teor الى العبة بخبراتها ورش الملعب قبل المباراة طبعا بيفريك كتير جدا فيه التعامل معاها اما بخصص للحضور الجامعيري يقول ان ان شاء الله النهاردة عارفين طبعا مكابت محمد حيشت أكيد سافر كل المحافظات جمهوري سويس كبير جدا منه أهلوية وإن شاء الله يبقى في عالك كبير جدا في المباراة النهارة طبعا هو المخصص لكل فريق 3000 متفرج إن شاء الله حصة النادي الأهلي كاملة تكون موجودة النهاردة في الملعب وجمهور النادي الأهلي يكون موجود وبيحتفل مع فرقته بإذن الله بالفوز النهاردة وكمان بالفوز ببطولة السوبر فدي تكون إن شاء الله أول مباراة بجمهوري الأهلي هنا في مصر بإذن الله ويكون حضور أكثر من رائع ونستنى إن شاء الله مسندتهم في المباراة وزي ما قلتلك لا يتبقى إلا دعاء الملايين من جمهوري النادي الأهلي والتوفيق بإذن الله يكون مع الفريق إن شاء الله أنا وأنت شكرا توفيق ترجعو لنا منصورين ومنتصرين زي العادة شكرا ليك زميلي العزيز وبنتمنى يعني الشفاء أكيد العاجل للعابتنا المصابة ولعابتنا اللي عندها غيابات وطبعا لمديرنا الفني يا مستر كولر أكيد يعني يمكن توقيت صعبة برضو الواحد عارف يقولك يعني ما بنعتردش على العاية بس وقت كاد حسن مش وقته يعني بس طبعا ربنا يشفيهم بإذن الله وكويس إن هو طمنا أنه هو هيكون موجود حتى هيدير المباراة من دكة البودلاء وجوده أكيد مهم كدا نرجع بقى للنقطة سريعا بتاعت الجماهير والنوستالجيا مع كابتن حشيش بقى طبعا الجمهور النادي الأهلي يعني شايفين هو بيقول الجمهور النادي الأهلي والسويس يعني ما تلايش على النادي الأهلي في أي مكان سواء دخل مصر أو خارج مصر نحن شوفنا أي حتة يعني الشهر اللي فده نهواند كان فرق النادي الأهلي كلها في الدول العربية في حد في الكويت وفي حد في السعودية وفي حد في الإمارات شوفنا المدرجات كلها مليانة سعونسلة طايرة قدم جمهور النادي الأهلي كبير وفي كل مكان ان شاء الله بس النهاردة طبعا الناس هتروح حتى لو مش عدد كويس 3000 يعني حتى لو مش من أهل السويس هتلاقي ناس من القاهرة راحة طبعا تشجع وتتفرج هي الفكرة بس افتحوا الأبواب يا جماعة للناس جمهور النادي الأهلي كبير عنصر من عناصر قوة النادي الأهلي ازاي النادي الأهلي يعني يعني بيتكلموا بعض الأحيان عن بعض المشاكل اشمعنا فلان الفلاني ما بيلعبش على أرضه اشمعنا النادي ده ما بيلعبش طب ما هو النادي الأهلي يا جماعة الأهم من الملعب الجمهور بيلعب من غير جمهوره لأن الفرق التانية كلها يعني مع احترام الكامل لها بس يعني جمهورها مش بحجم جمهور النادي الأهلي ومش بتأثير جمهور النادي الأهلي على النادي الأهلي فهو النادي الأهلي برضو يعتبر النادي الوحيد المحروم من جمهوره جمهوره الكبير لأن جمهور 2005 ألف ده بالنسبة للنادي الأهلي ده مش جمهور ده كده يعني ده مثلا خمسة أعضاء النادي مثلاً لحاجة طبعاً أنا أقول لك والله إحنا كنا زمان وإحنا بنلعب أستاذ القاهرة كنا أول ما بننزل على قط اللبس بنبص كده من ورسة تير على المدرجات لو لقينا مثلاً نهاربعين خمسين ألف بنقول نهارده قليل يا جماعة النهارده عارف الجمهور في حاجة النهارده في مناسبة تانية في حاجة فعلاً دي حقيقة يعني متعودين تخالي استاذ القاهرة اللي شوفي بياخد كم ألف متعودين على طول نبقى موجود بس يا كابتن حشيش هنرجع نقول تاني إحنا مش فريق أو نادي وجماهير هي عيلة الأهلي صحيح عيلة الأهلي شوف حضراتك وهاشتراج عيلة الأهلي ده عليه كام مليون على كل حال لسه كلامنا مع كابتن حشيش مقلسة نروح فاصل سريع جداً ونرجع نكمل دقائق والفقرة دي تخلص لكن قدامنا لسه تقريباً كم ساعة بتفصلنا عن مباراة الأهلي والدخلية فعايزين في خلال الدقائق دي بقى نحاول نلم كده الدنيا غاية إن شاء الله موعد المباراة وبإذن الله بإذن الله تكون مباراة يعني طريق بالنادي الأهلي أداءاً ونتيجة خلينا نروح مع حضرتك بقى نتكلم في الفانيات شوية كابتن حشيش وأنا عايزة نروح لكولر تحديداً لأن تصريحاته بحبها يعني من الناس اللي بحب أوي فكرة هذا الرجل وفكرة وهدوء يا خبرة بيد أنا شفت كلنا شفنا كولر في ماتش السوبر الرجل واقف ثابت يعني مهما حصل إحنا بنا بقى كنا في البيوت بنغلي شوكولاتة سويسري جميلة ساعات سويسري مظبوط أقول لا بس جد راجل ثابت وعلى فكرة الثبات ده مش ضعف الثبات ده بيدي ثقة يعني الراجل فاهم وحتى لو يعني شوطة كده عدت أو باس كان مش حلوة أو جول ما دخلش لا بس انت بتتكلم أن الراجل ده واثق أن الفريق على طول ثقة وقوة فدي بزبط هي تترجم قوة بس أنا حالس نروح معاك للتصريحات لأنه دايما ليه تصريحات محترمة مثلا من التصريحات دي اللي أنا عجبتني جدا قالك إحنا لسه بدري ولسه عندنا الكتير أن احنا نقدمه ولسه الأفضل أنا هخرجه من اللعيمة فده في حد ذاته مش تصريح ممكن أي مدير فني يقوله مع كل الإنجاز حتى ولكن إنجازات في فترة قليلة أو حتى هي إنجازات قليلة لسه في العدد لكن ممكن مدير فني تاني يقولك أنا كنت عارف أنا صاحب الفضل أنا كسر الدنيا أنا لعيبة بتاعتي مش حسب ما أنا قررته عشان كده النتيجة الراجل ما تكلمش أي حاجة والحاجات دي قالك أنا لسه ما عنديش يعني عندي كتير لسه ما عملتش حاجة فلا ده كلام محترم جدا زي ما قلنا هو مدرب محترم عنده خبرات وثق من نفسه هادي كل كلام ده كله احنا شفناه من خلال المغارات اللي فاتت سواء الإفريقية أو الماتش السوبر أو الماتشارة المحلية تصريحات طبعا متزنة جدا جدا ودايما خلي بالك اللعيبة بتاخد ردود أفعالها وبتاخد حمزها وقوتها وتفكيرها من المدير الفني ومن تصريحاته غير مطلع يقول لا أنا كذا وانا هعمل كذا وانا لا يعني الراجل متزن وبيدي كمان اللعيبة حقها قال اللعيبة تعبت معايا خلال الفترة اللي فاتت دي ودي حاجة جملة مهمة جدا ان مش أنا بس اللي عملت كسرت الدنيا وانا اللي عملت كل النجاح ده لا طبعا اللعيبة فعلا استحملت وتعبت وقفلت على نفسها وتحرمت من حاجات خلال الفترة اللي فاتت صحيح فهو الحقيقة يعني الراجل زي بقولك هو يعني بنبتدي اختبارات معاه من أول يوم أنا يهمني بس في مبارات النهاردة قبل ما نتكلم في الحاجات الفنية ان اللعيبة يعني وخصوصا اللعيبة الخبرات دايما بيبقى لها دور في أوقات معينة منها توقيت بتاع النهاردة زي ما قلت لك وبعيد ان دايما المبارات اللي بعد البطولات اللعيبة بتبقى فكة شوية يعني انت فاهمت زي بيبقى غصبا عن اللعيب حاسس انه جاب بطوله بس في فرق كويس في الأيام وفي نفس الوقت تدريب اليوم الواحد او معسكر اليوم الواحد شوية مختلف يعني انا اشعر ان الوضع لا مش هيبقى يخوف او مقلق على النهاردة هو الخوف زي بقولك من اللي انا قلته ومن حاجة تانية ان انا برضو جاي راجع البطولة بلعب الداخلية وافد من الممتاز به يعني ساعات الحاجات دي كلها بالذات اللعيبة الصغيرة اللي ما عندهاش خبرات وتجارب ممكن يعني دماغها تروح كده ولا كده يقول لك يعني المباراة مضمونة وكده بالضبط كده فانا عايز اقول ان لازم اللعيبة كبيرة غير طبعا الكلام لان اكيد المدير الفن تكلموا الجهاز وكابتن ساعيم وامصان يعني الناس كلها كلمت بس دور اللعيبة لان الكلام ما بيوصل رسمي من الجهاز غير ما بيوصل من كباتن الفرقة واللعيبة زميلي في الفرقة الاكبر مني واللي انقله خبرات بيبقى الاستعاب اكبر واهم واقرب يعني ايا كان طبعا التشكيل اللي حينزل النهاردة احنا عندنا غيابات في بعض المراكز زي بقولك ان اعتقد ان هو مش هيغير تغيرات كاملة مع العلم ان طبعا لعيبة كلها جهزة ولعيبة كلها هو نفسه وقال انا هدي الناس يعني ما فيش حاجة اسمها لعيب اساسي ولعيب احتياطي ما فيش حاجة اسمها البدائل بيكره كلمة البدائل ودي حاجة مهمة جدا لان كله اساسي وكله معرض يلعب يعني اللي كان بديل المطشي اللي فات اللي هو من ثلاثة اربعة ايام حيبقى اساسي النهاردة ايوة صح فما فيش حاجة اسمها اصل البدلاء وكلام من ده يعني ربما ده صالحنا على فكرة ان انت بتشغل اللعيبة وان هما يتحطوا في مباريات حتى لو مش هنقول سهلة بس مباريات مهمة بس ما فيهاش التنافسية الشديدة فده اللي صالحنا لان بعد كده ممكن في مباراة قوية او يعني تنافسية فيها اعلى اللي حس ان انت دلوقتي النتيجة احسن او ادام بيتاحهم احسن احنا نهواند السنة اللي فات او الموسم اللي فات من فترة كده يعني مع المدرب اللي كان موجود كنا منصطدم بحاجة صعبة جدا اصدق عالميين مسيماني مسيماني اه كنا منصطدم بحاجة صعبة جدا ان انت اول ما بيحصل اصابة لأي حد ما عندكش بديل بتحس ان البديل اللي جاي ده جاي من اخر الدنيا يعني جاي من اخر الدنيا ما شفناهوش يعني بقى رجله مش في الملعب كان مهتم بحوالي خمستاشر ستاشر لعيب اللي بلعبه وما كانش عنده الجرأة ان يدي لعيبها عمرنا ما شفناه بيدي اشبال صغيرة او ناشئين يجربهم زي ما حصل بعد قرار مجلس الادارة في الفترة الاخرانية في الموسم اه هو عمل في الاخر كده وشوفي فرق كتير قوي انه وقد عناصر كبيرة ايبكين خلي بالك وجود العناصر دي والناس اللي لعبت اللي ما كانت في التلاجة ما بتلعبش اصر كمان في التلاجة اصر في جديدة دي كنت تنحشيش بصراحة بس مش في ريزر تحت في ريزر فالحاجات دي كلها اثرت على حتى قرارات مجلس ازارة النادي الاهلي ان انتي بدل ما كنت ناوي اتجيبي فلان وفلان وعدد وعدد لقيت لأ عندك من ولادك او من ناس اللي لك مصنع وخرج لي نجوم كتير جدا على مدارة اجيال مختلفة يعني على سبيل المثال حسام حسن كان مع مسماني خلاص ده كان تلاجة ولا مش تلاجة كان تلاجة وكان لازم يطلع بالتلاجة يتفكي شوية على بال بس منشوفه يعني كان فيه تفكيرات نقول الله ده هجيله اعارة هنطلعه اعارة هنعمل لما ابتدى يلعب في الاخر فترة واحرز اهداف وابتدى ترجع له الثقة النهاردة موجود من ضمن التلاتة الاساسيين شادي ومحمد شريف او محمد شريف وشادي وحسام التلاتة زي بعض ورأي الراجل فيهم التلاتة زي بعض وهيدي التلاتة وممكن يبتدي النهاردة يعني انتفامة يعني يعني فالحاجات دي كلها اثرت من خلال المدير الفني اللي قبل كده الراجل ده واضح انه هو لا هيلاعب الناس كلها وحيدي فرص والأحلى من كده كمان انه بيبتدي يفكر في المراكز شوفنا لعيبة بتلعب مش في مراكزها عايز يبتكر حاجة جديدة وده المدرب الكويس في حاجات يعني هوند بتحسسك المدرب ده لما تيت قيميه الراجل ده اخباره ايه كويس ولا معندوش فكرة لا في فكرة كبير في فكرة كبير انت شفتي لو هنكلم فنيات شوية شفتي في خلال الاربع مباريات سواء الاثنين افريقيا اتنين محلي وماتش السوبر كم التاكتكس اللي بيعملها في الدربات السابتة لا والمباراة بتاعت السوبر تحديل احنا نتكلم عنها هو غير اثناء المباراة من غير ما احنا ناخد بالنا يعني هو غير التاكتك بتعلع حتى فاجأ يعني الفريق الاخر انت فعلا هم اتفاجئوا يعني هو مين فين المالكة الزابت غير في نفس المباراة دي المرونة التاكتكية اللي احنا بنقول عليها ازاي يبقى عندك مرونة تاكتكية وممكن انا اكون كمدرب عندي المرونة التاكتكية ازا اعملها بس ما عنديش العناصر اللي تعملها لي ازاي يدرب العناصر دي ناها تعمل الكلام ده شوفنا الكور السابتة الفولات بتتعمل باكتر من طريقة مش هي اسطنبة واحدة زي ما كان بيحصل بتطرفها وكل وطلع المساكين اللعب القديم بتاعنا بتاع زمان واخد بالك لا كذا حاجة ممكن تتلعب انتوه ممكن واحد يهوش يعني كذا حاجة هو ده اللي بيقولك ان فيه راجل بيشتغل فيه راجل عنده فكر فيه راجل عايز يعمل حاجة ولسه واحرزنا منها واحرزنا من الحاجات دي اهداف التغييرات كمان اللي تبهيلك المدرب ده او الكوتشينج بقى اللي بيبقى قاعد لان انت عارفة التدريب في الملعب او في اثناء التدريب ما هو سهل لان فيه راجل بتاع احمال راجل مدرب عام هم دولي بتولوا التدريب اي حد ما اصلي انت مش هتختارعي طرق تدريبية طرق التدريبية كلها معروفة ومعروفة لدى الناس كلها انما الكوتشينج بقى اللي يبتدي يعمل جمل معينة يعمل اطراف معينة مثلا ناحية اليمين ناحية الشمال ازاي الراجل ده يصح اطراف النادي الاهلي اللي هي كانت قوة النادي الاهلي الاساسية في اطرافه ازاي يبتدي يشتغل شوفنا المتشاط اللي فاتت مثلا احمد عبدالقادر مع معلول شوفنا الناحية التانية اكرم ولما نزل كريم بعد كده يعني حاجات في نص الملعب دلوقتي مثلا ديانج مع حمدي زي السلية مع حمدي زي حمدي مع ديانج والنهاردة اعتقد برضو انه ممكن انا متوقع يعني عشان النقص بتاع السلية ولسه ديانج كمان مش موجود فممكن لعب حمدي والعاب فخري اللي لعبه المتش اللي فاتت في الاخر يعني انت فهمت ازاي وده فخري ده من الولاد النشئين اللي لعبوا السنة اللي فاتت في اخيرها برضو ليدي فرصة لما حصل على فرصة اثبت نفسه لحد كبير والراجل ما يدي له ايه ماتش السوبر في الاخر يعني يسيقى ان انا نزل واحد اول مرة اهلي وزمالك وفماتش بطولة ونزله ده راجل بيديني ثقة انا يعني اتفاهم ازاي فممكن يلعب بالحتة دي ممكن نلاقي النهاردة مثلا كريم بيبتدي المباراة وممكن يسيبه برضو للشوت التاني تحسوبا مهم ان كريم لما بينزل لمساته بتحرز اهداف وده المهمة عندنا في الاول وفلال صغير وسريع وقوي وبعدين ابتدى كمان كان نقصوا حتة ثقة لانه ما كانش بيلعب ما هي الثقة بتيجي عنده لما ياخد الثقة يعني يصوله على الثقة هي حتى لو لعب كبير وقاعد برا حسس ان الراجل ما بيلعبنيش ومعنديش ومش واثق فيه بتاع انا حتى لو عندي خبرات بتتهزي هي حصلة مع كريستيانو رونالد ومانشستر يونايتر على سبيل المثال يعني في اكثر من كده في الدنيا في خبرات وعدد ماتشات تاريخي كابتن حشيش خلينا نروح مع حضرتك برضو عشان نلحق نغطي كل الجوانب لو هنروح للداخلية تحديدا ونتكلم عن كابتن ريدا شحياتا والنهاردة اكيد هيقدم مباراة قوية بتتوقع ان هو يبدأ بهجوم مثلا ولا هيبقى بيلعب في الشروط الاول تحديدا مثلا بلعب الى حد ما دفاعي او خطة دفاعية بصي هو ممكن طبعا هو عنده خبرات ريدا وابن من ابناء النادي الاهلي خلي بالك يعني المقولة اللي بتقول اصل العيبة بقى والمدربين الاهلوية بيجوا قدام الاهلي مش عارف ايه ومش عارف الناحة التانية بيجوا بغض النظر بقى عن الحاجات خالص خالص بالعكس ده بيبقى بيبقى همه ان يطلع شكله كويس قدام النادي بتاعه ويحس ان هو مدرب كويس وكده وعشان يزبط كمان للفريق المنافس ان ما فيش انتماءات لا ده انتمائي للحاجة اللي بدربها ريدا لعيب كويس عارف طبيعة النادي الاهلي وعارف امكانيات النادي الاهلي زي بقولك ممكن يجي في بالي واستغل حتة النادي الاهلي ناخد بطولة وراجع من بطولة وانه بلاعب برضه الدخلية ممكن يستغل ده مع الحماس القوي بالنسبة للعيبة اللي كانت بتلعب ممتاز به ولسه طالعا الممتاز تدافع كبير على فكرة وبتلعب قدام نادي القرن وبطل السوبر الاخير لازم يلعبوا بقوة وبحماس وصغيرين وكده فممكن يلعب ضغط على النادي الاهلي من البداية عشان ميحسس النادي الاهلي ان انا مش جاي ان انا مستسلم من البداية يستغل زي بقولك العناصر الصغيرة اللي عنده والقوة انه يقدر يضغط على النادي الاهلي واحرز مثلا هدف وكرة مفهاش كبير وصغير يعني لها اداء في الملعب يعني رائع جدا انا عايزة اروح برضو لنقطة اخرى انا بحاول اغطي كل حاجة يعني خيانوح للتحكيم شوية وكليتنبرج واختلافك او اتفاقك مع بعض القرارات في اختلافه واتفاقه مع بعض القرارات الخاصة على سبيل المثال مثلا بزكري الوردي اللعب الجمالك فكرة انه قالك يستحق كان انذار اخر ويستحق طرد يعني الراجل برضو متابع وشغال وبيحلل وبيقيم وبيحاسب بس مش عارفين لسه هيحاسب امتا بس اكيد دي خطوة قادمة لان ده من تخصصه يعني بس سوفر حلو ان انت يبقى عندك منظومة وعارف ان في حد بيرائب وعارف انه هيبقى في حساب في الاول وفي الاخر اعتقد ده الى حد ما هيصب في الاخر لتطوير هذه المنظومة احنا لا نشكك تاني في حكامنا ابدا لكن اي منظومة بتحتاج لتقييم وعقاب او يعني زي ما بتقال كده مش هقول ثواب ولكن يعني الواحد بيممكن يثني عليها فبتشوف فكرة هنا كلاتنبرج وتواجده وصفر التحليلات بتاعته واصلة ازاي بصي الكلام اللي انت بتقولي ده كلام جميل جدا بس لازم نشوفه عمليه يعني انت بتتفرج وبتروح وبتشوف وبتعلق وكده من خلال المباراة اللي جاية احنا دلوقتي ياهو لعبنا يمكن تلات مباريات تقريبا اللي هما في الدوري المسلم بدأ بقاله تلات مباريات عايزين نشوف بقى افعال في الملعب يعني انت مثلا الحكام كل ما يجي حد فيهم يتكلم يقولك قص الراجل بيقول لنا موضوع الاحتكاكات ان كل لمسة فاول دي ما بقتش موجودة لازم تستنى شوية اه بس استنى ما وصلش لمرحلة ان الناس تكسر في بعضها واقول اننا سايبهم احتكاكات لازم الحكام تميز ما بين الاحتكاك القوي والضرب او اللعب الناشف فرق كبير جدا جدا ان انا احتك وابقى رجلي على الكورة وفي قوة في التعامل وفي فرق ان انا بابقى داخل كذا فلازم الحكام يبقوا عاملين يعني عاملين حساب القصة دي مش مثلا كلمة سمعت فعازي يطبق ويطبق في حاجة تانية صحيح عايزين نشوف كمان يعني عقاب للحكام اللي بتخطئ شمعنا الحكام يعني اللي ما تعرفش يعني صحيح ده رئيس مجلس الادارة بتعرف يقولك ادى على رئيس مجلس الادارة ده غرامة عمل على النادي ده على المدرب ده على الجهاز ما يعني الحكام يعني ايه المشكلة اللي يضار فيها الحكام عشان ما يشبعك يقول لو انت كنت ما اقول لا ليه عايز اعرف عشان حتى الحكام يهتم بالموضوع انما يتقل ايه لا احنا بنعقبه وان شاء الله ولا ايه بيلعب تاني تاني اسبوع يعني انتفهم زي انا كل هال خلينا نستابش الخير الوجود طبعا كلايتن بيرج ربما فعلا يعني يعمل تغيير شوي على ملعب وفي نفس الوقت في الكرة المصرية زي ما بنقول اساس الكرة المصرية اللي هي محتاجة تطوير والتحكيم اكيد جزء من هذا التطوير اللي كان محتاجه حاجة سريعة جدا بالنسبة للحكام يعني من خلال توجيدي في المجان الحكام من الفئة اللي صعبة اوى حد اجنابي يخش في وسطيها وبدون تعليق على الكلام طب انا مش هعلق برضا نورتنا يا كتن عشيش ان شاء الله خير وبإذن الله نبارك لبعض بعد المباراة بإذن الله هنروح فاصل ونرجع مع حضراتكم الفقرة التبية مع دكتور دينة ابو السعود خليكم معاني اشتركوا في القناة